على وقع تسجيل المؤسسة الامنية والعسكرية الاسرائيلية ارتفاعا دراماتيكيا في عدد الانظهارات من تنفيذ عمليات خلال الايام الماضية جاءت العملية الفدائية عند حاجز مكابيم غربية رامالله لتؤكد عجزة الاجهزة الامنية عن كبح موجة العمليات الفلسطينية او الحد منها على الاقل هجوم مكابيم ينضم الى سلسلة هجمات اربعة هجمات خلال يوم واحد وهذا مرة اخرى يرفع لنا صخف موجة الارهاب التي تعصف بنا منذ سنة ونصف ونحن الان في فترة حساسة واجب القول انه مقابل مهاجمين مفردين كهؤلاء حيث لا تحصل دائما على انذار لا يمكنك عرقلة هذا الامر قبل ان يحصل كل تقديرات الوضع التي اجراها المستويان السياسي والامني خلصت الى تعزيز القوات على الارض بكتيبة اضافية ليبلغ عدد الكتائب المتموضعة في المنطقة 22 كتيبة في ظل الخشيتي من ان اي اعمال عقابية اخرى اضافية بحق الفلسطينيين قد تؤدي الى تزايد العمليات واشتعال قطاعات اخرى وتزايد سخونتها نحن في حالة استنفار مرتفعة هناك الكثير من الانذارات وهذا يعني انه كل يوم خلال الايام الاخيرة الشباك والجيش الاسرائيلي يعملان على احباط هجومين الى ثلاثة هجمات مهمة ولذلك نشهد تعزيزا اضافيا للقوات في الضفة وفيما قال محللون ان الواقع الامنية يضع اسرائيل امام وضع استراتيجي لم تختبره سابقا اشار اخرون الى انه في الاسابيع الماضية تشكل نوع جديد من التهديد لا يمثل ارتقاء في مستوى العمليات ووتيرتها ونوعيتها فحسب بل يتجلى في توحيد فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة من حيث التنظيم والوسائل والروح القتالية